تتميز مدينة سامراء أو سرى مراء كما يطلق عليها باحثون والواقعة جنوبي صلاح الدين باحتوائها على عدد من المعالم الأثرية لحقب زمنية مختلفة شهدتها تمتد على طول 40 كم على ضيفة في نهر دجلة أكاديميون في علم الآثار أكدوا أن نسبة ما اكتشف من مواقع أثرية في المدينة وصل لقرابة العشرة بالمئة فقط لغاية الآن مدينة سامراء تم بناها من قبل الخليفة المعتصن بالله سنة 221 هجرية هذه المواقع الأثرية تمتد طولا حوالي أكثر من 40 كم على الجهة الشرقية من نهر دجلة فقط كل التنقيبات التي تمت في مدينة سامراء هي قليلة ولا تتجاوز العشرة بالمئة لا زالت أطلال غير منقبة طموحنا أن يكون هناك توجيه للتنقيب في مدينة سامراء حتى نكتشف نسبة أكبر من التخطيط والعمارة وهذا الفن العماري أما أعمال الصيانة فيجب أن تكون من الطرق المتطورة المستخدمة في العالم نطمح أن نكون اشتراك من دول أخرى من دول أوروبية لأن هناك شركات متخصصة عام 2020 كان قد شهد تصويت مجلس النواب العراقي على قانون اعتبار مدينة سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية يتضمن مشاريع عمرانية وخدمية فضلا عن عملية عادة ترميم بعض المواقع الأثرية اللجنة التنفيذية لقانون عاصمة الحضارة أكدت أن الأعمال جاريا في عدة مشاريع منها وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 30% المشكلة الوحيدة والعائق الوحيدة أمام التطبيق القانون هو أن أموال موجودة والتخصصات موجودة لكن يجب أن يكون هناك إجراء صحيح بعض الأحالات التي إذا أحيلت أو عقد هناك صحيح يصعب تنفيذها لوجود مشاكل إدارية لسنوات سابقة على بعض الإجراءات التي كانت موجودة أمور ما لي يجب أن تساوى إجراءات إدارية يجب أن تتخذ سيد المحافظ حريص على ينفذ قانون سامر عاصمة الحضارة بشكل صحيح وحريص دون أن يكون هناك أي شبهة فساد في القانون هناك مشروعين أحيل اللي هو الملوية وقصر الخلافة لشركتين باستطاعتك أن تذهب وستجد أن هناك عمل أهمية ما تشكله المعالم الأثرية في مدينة سامر را دعت مراقبين إلى مطالبة الجهة الحكومية إلى استغلالها بإنعاش مدخول المحافظة المالية عبر تفعيل السياحة فيها بما يتناسب وتأريخ المدينة الممتد منذ آلاف السنين سجاد حكمة قناة زاقروس محافظة صلاح الدين